وصلت حالة مرضية إلى مستشفى ناحية الشافي في قضاء الدير بمحافظة البصرة في الساعة الثانية عشرة ظهراً أي من المفترض أن يكون في وقت الدوام الرسمي لكن ذوي المريض تفاجأوا من خلو المستشفى من الأطباء والموظفين فنشاه هاي الساعة 12 الساعة 12 تجينا لا دكتور لا مضمت لا تحليل وعدنا مريض مركز صحي ما الشافي هاي مركز صحي ما الشافي جينا الساعة 12 ما لقينا لا كادر لا دكتور لا طبي هذا مريض نشوفه هاي يقولون من هذا بالتحليل يقول عن دفاتحة والدكتور طالع الساعة به داعش وانحنا جينا الساعة 12 مارقين لا دكتور لا ابو تحليل لا موظف المستوصف كشو ما خوب هاي مساعة الشافي بس كبر فيه خايدة يا الله يا الله يا الله يا الله